أقرت نيوزيلندا بأن استراتيجيتها صفر كوفيد مهددة بعودة تفشي فيروس كورونا مدفوعاً بالمتحور ديلتا وقالت الجهة المسؤولة عن مكافحة كوفيد-19 إن ديلتا لا تشبه أي متحور شهدناه منذ بداية الوباء وأضفت أن هذا يغير كل شيء ويعني أن كل الإجراءات الحالية لدينا تبدو أقل ملأمة ما يثير تساؤلات حول مستقبل استراتيجيتنا على المدى الطويل وتحدثت عن 21 إصابة جديدة مرتبطة ببؤرة الوباء التي ظهرت الأسبوع الماضي في أوكلاند وأدت أول إصابة انتقلت محلي خلال ستة أشهر إلى إغلاق على المستوى الوطني وأكدت أن احتواء هذه البؤرة كان أصعب بكثير من احتواء البؤر السابقة لأن المتحور ديلتا أشد عدوى ولتزال حملة التلقيح بطيئة في نيوزيلندا مع تلقيح حوالي 20% من السكان فقط بشكل كامل